اشتركوا في القناة وطلب من إدارة الزمالك ضمن محمد حمدي لضعم الجبهة اليسرى بسبب أزمة أحمد فتوح وغياب محمد عبد الشافي للإصابة وشدد أن مسؤولي الزمالك دخلوا في مفاوضات مع النظراءهم في إمبي لمعرفة المقابل المالي من أجل الموافقة على بيع محمد حمدي فاز الزمالك على نظيره راية بثلاثية مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح أمس على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب فاز الفريق على نظيره الشرطة العراقي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي في ختام معسكر الفريق في برج العرب وسجل أهداف الزمالك كل من ناصر منسي ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد تشكيلة الزمالك المشاركة في مباراة الشرطة العراقي في حراسة المرمى محمد صبحي وفي خط الدفاع عمر جابر حسام عبد المجيد مصطفى الزناري وأحمد محمود وفي خط الوسط نبيل عماد دونجا عبد الله السعيد محمود عبد الرازق شيكابالا وخط الهجوم شلبي ومنسي وعاطف دخل نادي الزمالك في مفاوضات جدة مع نادي سيراميكا كيريو باترا من أجل حسم صفقة ضم اللاعب صديق أجولا وقد حقق الزمالك تقدما ملحوظا في المفاوضات ولكن إتمام الصفقة بشكل نهائي مرتبط بنجاح عملية تسويق سامسون إكينولا مصدر بالزمالك هناك تحركات مكثفة في سوق الانتقالات حيث يسعى مسؤول النادي إلى حسم صفقة صديق أجولا جناح سيراميكا وتتوقف إتمام هذه الصفقة بشكل كبير على نجاح الزمالك في تسويق اللاعب البنيني سامسون إكينولا مصدر بالزمالك جوزي جوميز يرفض الاستغناء عن أحمد محمود الظهير الأيمن للزمالك الذي عاد من الجونا بعد انتهاء إعارته حيث تمسك باستمرار أحمد محمود بعد ظهوره بمستوى مميز في معسكر الزمالك ببرج العرب وحاجته لجهوده في الموسم المقبل ورفض فكرة خروجه معارا من جديد مصدر مطلع بالزمالك كل ما يتردد حول التفاوض مع سيرجو راموس هو هراء ولا أساس له من الصحة نادي الزمالك لن يدخل في صفاقات من أجل الشو الإعلامي أو لزيادة شعبيته بل يسعى دائما لضم لاعبين يخدمون مصلحة الفريق الفنية ويحققون الأهداف المرجوة ونحن نتعاقد مع اللاعبين بناء على توصيات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني وليس بناء على أسماء رننا أو شهرة اللاعب كما أننا نضع في الاعتبار الجانب المالي للصفقة ولا نقوم بإنفاق أموال طائلة على لاعب واحد على حساب مصلحة الفريق بأكمله وأكد أن الأنباء المتداولة حول التفاوض مع راموس لا تستند إلى أي حقائق أو معلومات موثوقة موضحا سياسة الزمالك في البحث عن لاعبين يخدمون مصلحة الفريق الفنية وليس مجرد أسماء كبيرة أخطر الاتحاد الإفريقي مسؤول الزمالك باختيار طاقم تحكيم من زنبيا لإدارة مباراة الشرطة الكيني ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من الزنبي هليري هنبابا حكما للساحة ويعاونه مواطنيه ديانا تشي كوتشيتا وتوموس كيلا مساعدين وهاميلة مونجي حكما رابعا واختار كافة السومالي بشير عرب مراقبا عاما على المباراة في حين يراقب الحكام ألن باريس من إفريقيا الوسطى أكدت مصادر صحفية أن محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تم استدعائه للتحقيق في الزمالك بسبب مشدته مع زميله في المجلس هاني شكري ونقلا من يلا كورة محمد طارق سيخضع للتحقيق أمام المستشار سيد عزة مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك وأوضح أن محمد طارق تم إبلاغه بالخضوع للتحقيق في الرابعة عصر السبت بشكل رسمي وشاهد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع التنفيذي بأن محمد طارق تجاوز في حق هاني شكري وتلفز ضده بأشياء غير لائقة هو وباقي الحضور من المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في ذهاب الضور التمهيدي لبطولة الكنفدرالية الإفريقية يوم 14 سبتمبر المقبل الساعة 13 عصرا في كينيا بينما العودة يوم 20 سبتمبر التاسعة مساء في استاذ القاهرة الدولي خالد الغندور سنقدم إعلام محترم يخاطب العقول وسعيد بعودتي للشاشة مرة أخرى على قناة المحور وسنكون على مسافة من الجميع ولن نخاطب العواطف أعود إليكم بعد غياب وأشكر قناة المحور والمسؤولين على حسن الاستقبال وتقديم كافة الأمور التي تساعدنا على النجاح وسأمنح كل شخص حقه لأننا في قناة محايدة وإن شاء الله بعد شهر من الآن الجميع سيتابع البرنامج وسأعمل على مسافة واحدة من الجميع خالد الغندور محمد حمدي بات ليفت إمبي الزمالك ساعة للتعاقد معاه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والغريب إن أيمن الشريعي قال لمسؤول الزمالك خده محمد حمدي مجانا ولكن بشرط بعد سنة أنا لا أبيعه والشريعي قال للزمالك لو أتى لحمدي عرض بقيمة 3 مليون دولار فالأولوية لك تحصل عليه بعد دفع 3 مليون دولار ولكن الزمالك رفض شروط الشريعي جوميس فترة الإعداد مختلفة بسبب ضيق الوقت في قبل خوض المباريات الرسمية وشدد على أن الفريق لا يزال أمامه أسبوع للاستعداد لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب الدور الـ 32 المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري والجهاز الفني شاهد مباريات لفريق الشرطة الكيني وهو منافس جيد يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين والفريق خاض أمس مبارتين وديتين الأولى في العاشرة صباحا أمام فريق رايا والثانية في السادسة مساء أمام الشرطة العراقي ومباراة المساء كانت أصعب في ظل قوة المنافس وجودة اللاعبين وخلقنا العديد من الفرص في اللقاء وشاهدنا بعض الأقطاء سنعمل على علاجها في الفترة المقبلة نشرت الصفحة الرسمية لنادي الريان القطري عبر منصة إكس صورة لتقديم أشرف بن شرقي وعلقت أشرف بن شرقي رياني لمدة موسم واحد الإعلامي محمد المحمودي الزمالك يجهز مفاجأة من أجل التعاقد مع صديق إجولا وصديق إجولا كان الخيار الأول لجومس في مركز الجناح على حساب بن شرقي نفسه اللي كان قريب من الانتقال للزمالك وهناك أزمة فيه مفاوضات سيراميكا وبرميدز بخصوص إجولا تخص رفض لاعبي سيراميكا بدهول صفقة تبادلية منهم يوسف أسامى نبيه ولما الزمالك عرف بتعثر المفاوضات دخل مباشرة مع صديق إجولا للتفاوض معه وسيراميكا طالب مليون دولار ويقولون في الزمالك المليون دولار جهزة ولو تعثرت المفاوضات سيدخل الزمالك لدفعها مباشرة المحمودي فيه مفاجأتين في صفقات الزمالك منهم اسم لما جمز سمع اسمه بالبلدي كده ظهرت وهو آدم وناس الجناح المغربي وجمز قال أنه يحتاج إلى لاعبين بهذه الإمكانيات واعتبر التعاقد معه مقدم على أي لاعب آخر وتتبقى المشكلة الوحيدة الخاصة بإتمام الصفقة هي الراتب الخاص باللاعب حيث يحصل على راتب كبير محمد المحمودي الزمالك يحاول إنقاذ صفقة بوبينزا بعد محاولات إفسادها من قبل بعض الأطراف في البداية الزمالك تواصل مع أرون ببينزا لجس نبضه والمفاجأة كانت إن اللاعب رحب ووافق على العرض ومضى وحصل اتفاق على كل حاجة مع وكيله ولكن بعد كده حصل كرسة في الصفقة وهي إن بوبينزا جاء لرسالة على التليفون بتاعه برسالة فيها كل القضايا والأزمات اللي دخل فيها الزمالك في وقت سابق تتعلق بعدم حصول اللاعبين الأجانب على مستحقاتهم والقضايا التي رفعوها على النادي وأكيد الشخص ده أنتو عارفينه وكيل أعماله تواصل مع إدارة الزمالك وقال لهم إن فلان الفلاني تواصل مع بوبينزا وحاول أن يقنعه أن النادي الزمالك سيء السمعة فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين الأجانب واللاعب حصل له تردد مجلس الإدارة عمل اجتماع عاجل مع اللاعب عبر زوم وتم التأكيد لي على إن كافة القضايا تتعلق بالمجلس السابق وليس المجلس الحالي وإنه تم حلها ووضحه لي كل حاجة تماما في الصفقة وبوصول البطاقة الدولية وتم تأخير وصول اللاعب إلى الثلاثاء القادم بناء على طلبه بس كده هدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك اتمنى الفكرة أكون خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكريب القناة ومتشكوك بالدارة دعم وكل عندكم أي مرحوظة سيبوها في التعليقات سلام